اشتركوا في القناة وعندنا على القناة شرح الدراسات والعلوم بالكامل لو حابب تتابع معنا التلاتموت يلا بينا كده نبدأ مع بعض ونشوف الدرس بتاعنا بيتكلم عن ايه بروشيكت معناه مشروع دينر وجبة العشاء هوبيز هوايات شاور دوش او استحمام جريد صف دراسي يعني انتوا في صف الدراسي الاول مثلا دلوقتي بوت اون معناها يرتدي بعد كده عندنا فرنش اللغة الفرنسية او فرنسي جنسية quite معناها الى حد ما خلي بالك هنا التي وبعد كده الاي preparatory معناها اعدادي message رسالة items اشياء او اصناف separate يفصل reply يرد او رد flag معناها علم الدرس ده عندنا فعل واحد بس غير منتظم هو wake up بمعنى يستايكوز بعد كده عندنا الكلمة وعكسها put on يرتدي عكسها take off معناها يخلع ملابسه come يأتي leave يغادر correct صحيح incorrect غير صحيح friendly ودود unfriendly غير ودود تعالوا ما نكمل ونشوف نص listening و reading اللي معنا عندنا هنا ليلة وايه طبعا الدرس ده برضو من الدروس السهلة جدا والصغيرة يعني الكلمات قليلة خالص يريد تحفظها اول باول ليلة وايه فليلة بتقول there is the bell الجرزة هو الضرب what subject have we got next ايه المادة اللي علينا دلوقتي let's look at the time table we have got computer studies next in the hall horia طبعا بتقولها ايه تعالي ما نشوف كده في الجدول احنا عندنا ايه عندنا حاسب آلي في الفناء طبعا دي تعبير عن ايه الفرحة computer studies I am not very good at computer studies ده انا مش كويسة اصلا في الحاسب الآلي I love it it's my favorite ده بالنسبة لي بقى مادة المفضلة what's your favorite subject ايه طب يا ايه مادتك المفضلة I like science and languages انا بحب العلوم واللغات are you good at languages هل انتي كويسة فعلا في اللغات good at برضو مهمة I am quite good at english and I am not bad at french انا كويسة لحد ما في الانجليزي ومش وحشة في الفرنساوي who is our english teacher this year مين مدرس الانجليزي بتاعنا في السنة دي it's miss amal دي miss amal oh god she is really friendly ده هي ودودة جدا when have we got english عندنا انجليزي امتى it's after break ده بعد الفصحة و time is break الفصحة امتى it's from quarter past ten خدنا بقى ازاي ان احنا نعبر عن الوقت to half past ten يعني ايه يعني انها من 10 و ربع الى 10 و نص اتفقنا ان احنا بنترجم من العكس let's meet in the playground and go to the library نبقى نتقابل في الملعب ونروح المكتبة مع بعض اوكي بعد كده عندنا حاتم وحازم حاتم بيقول what's your favorite subject حازم ايه مادتك المفضلة قال له i like english انا بحب الانجليزي who's our english teacher this year مين مدرسنا في الانجليزي السنة دي برضو السؤال ده عايزين ان احنا نعرف what's your favorite subject هي مادتك المفضلة ومين مدرس مثلا المادة دي who is our english teacher او who is your english teacher واكد تعالوا ما نكمل it's miss iman كلهم مدرسين يعني بنات it's miss iman she is a good teacher ده هي مدرسة ممتازة and when have we got english عندنا انجليزي امتى ما بنسأل بقى عن معادة الحصة we have it today after break then we have mass عندنا النهر ده بعد الفصحة وبعد كده عندنا mass good i like mass are you good at mass هل انت كويس في الرياضة i am quite good at mass برضو التعبير بتاعنا i am quite good at والمادة بتاعتنا يعني انا جايد الى حد ما في الايه في المادة دي i am not bad at science too ومش وحش في العلوم yes you are good at science what time is break الفصحة امتى now let's go to the playground تعالى من روح للملعب بعد كده a day in my life يوم في حياتي amira is from egypt amira من مصر how old are you and where are you from برضو الاسئلة اعرفوها عشان مهمة جدا مهم ان انت تكون عارف ازاي تسأل ازاي تكون سؤال فعندك سؤال متكون جاهزه مش هتتعب غير في حفظه how old are you عندك كام سنة and where are you from انت منين i am 12 years old انا 12 سنة and i am from الغرداء وانا من الغرداء what subjects do you like ايه المواد اللي انت بتحبيها this year i am in preparatory 1 at school انا في السنة اولي يا دادي my favorite subjects are science, computer studies and math موادي المفضلة خلي بقى لك هنا جمع بقى موادي العلوم وطبعا قلنا or لنهم جمع العلوم والحاسب الآلي والرياضة we have science and math in the first lesson عندنا علوم ورياضة في اول الحصه every day كل يوم but we only have computer studies on wednesday لكن عندنا حاسب آلي يوم الاربع بس i like music too كمان بحب الموسيقى but i am not very good at it لكن انا مش كويس او فيها what do you usually do after school بتعملي ايه بعد المدرسة i sometimes read or watch tv ساعد بقرأ كتب او اتفرج على التلفزيون i always do my homework before i have dinner دايما بعمل الواجب بتاعي قبل ما تعش after dinner i usually have a shower and read my book in bed بعد كده باخد دش وبعد كده اقرأ كتاب بتاعي وانا في السرير بعد كده بتسأل سؤال بتقول what time do you wake up and go to bed في اي وقت بتستيقذي وفي اي وقت ايه بتروحي للسرير بعد كده عندنا نجوة hi نجوة how are you عاملة ايه you want to know what my parents do at the weekend my father works with computers my mother is a teacher والدي بيشتغل في الكمبيوترات ووالدتي بتكون مدرس my dad never works at the weekend عمر ما بيشتغل في الاجازة but sometimes my mom looks at students homework لكن الام ساعات ايه بتصحح كده الواجب للعيال في الاجازة we often go shopping go shopping بنروح للتسوق when it's not very hot we usually go to the park بنروح نتسوق لما الجو ما يكونش حر وساعت بنروح ايه او دايما يعني بنروح للحديقة my brother always plays football when we go there واخوة دايما بيلع في كورة لما بنروح للحديقة he is very good at football هو جايد جدا في كورة what about you what do you do at the weekend best wishes نسمى هيتلاقي بالنسبة لك انت ايه الاخبار وكمان بتعملي ايه في الاجازة بتاعة الويك اند مع قاطية بالتمانيات مثلا النسبة بعد كده عندنا general notes very quite تستخدم هذه الظروف في تقوية المعنى يعني ايه تقوية المعنى يعني عايز اقول مثلا ان انا جعان تفرق لما اقول انا جعان وتفرق لما اقول انا جعان جدا تفرق لما اقول مثلا انا جعان الى حد ما فهمني فطبعا كل دي تعبيرات بتخلي المعنى واضح انا جعان بانهي درجة يعني كده لو عملنا مصطرة فانا هنا مثلا جعان انما هنا انا جعان جدا هنا انا جعان الى حد ما مش قوي فهنا بيقول لنا مثلا ايه I am good at mass انا جيد في المس انما هنا I am quite good at mass طبعا بتيجي ايه في الغالب قبل الصفات I am quite good at mass انا جيد الى حد ما I am very good at mass انا جيد جدا في المس I am not good at mass بس انا اصلا وحش ايه في المس عندنا هنا good for و good at good for جايد لي جايد لي او مفيد لي مثلا milk is good for our bones اللبن بيكون ايه مفيد للعظام اما دي جايد في جايد في وبيجي وراها الverb plus ing او النون she is good at english او she is good at reading english what about you ماذا عنك تعبير يستخدم في المحادثات للاستفسار ايه عن شيء يخص المخاطب زي مثلا هنا what's your favorite subject ايه هي مادتك المفضلة I like science انا بحب العلوم what about you يعني ايه هنا what about you يعني بالنسبة لك انت ايه هي مادتك المفضلة فالسؤال ده بيكون مبني على الكلام اللي قبله بيكون مبني على الكلام اللي قبله I like science too عندنا بقى كلمتين زي بعض quite و quite الفرق بس في ما بينهم ال et وال te ال et بمعنى come او هادئ صفة بمعنى هادئ the village is quite القرية بتكون هادئة اما ده بمعنى ايه الى حد ما وبيجي بعدها ايه اما الظهر في اما صفة he is quite good at mass وهو جايد الى حد ما في المس he runs quite quickly هو بيجي الى حد ما بشكل سريع عندنا to و either to بتستخدم في الاسبات و either بيستخدم في النفي to بمعنى ايضا و either بمعنى ايضا I like music too انا ايضا بحب ايه الموسيقى I don't like music either انا ايه انا مش بحب الموسيقى ايضا دي في الاسبات و دي في النفي تعالوا ما نكمل so the internet يعني من خلال الانترنت go shopping يذهب للتسوق go بيجي وراه الفان و مضاف لang add the week end فيها وطلة نهاية الاسبوع ممكن يسألنا على add have the shower يستحم horia بمعنى او تعبير يستخدم عن الفرحة والداشة best wishes قطيب التمانيات talk on the bus يعني يتحدث في الوتوبيس from another country من دولة اخرى come home from school يعود للمنزل من المدرسة end with yunhibi send through يرسل خلال work with computers يتعامل مع الحاسب الآلي كده خلصنا الجزء بتاعنا بتاع النهاردة عايزكم توقفوا بس الفيديو تحلوا التدريبات وبعد كده ارجع تاني شغل الفيديو علشان نشوف مع بعض حل التدريبات اول سؤال بيقول كده خلصنا الجزء بتاع النهارة طالما كامل لسيبقى ايه taking photos التقاط الصور we often not shopping go shopping لسه معلمين على فوق my brother is not short for a basketball player عايزة اقول النواق قصير الى حد ما e t ولا t e طبعا t e we all like dr amir because he is kind and friendly ودود تعالوا منكمل pupils in my school must not on their school uniform عايزة اقول يرتدي بقى put on look at the noot we have a science lesson at 10 a.m time table he is 14 years old so he goes to a preparatory school مدرسة اعدادي what noot are you in i am in preparatory 1 what grade اي صف اي صف انت بتكون فيه انا في الصف الاول he works with computers لست شايفينها برضو حالا i usually finish an email with a best wishes مع قطية في التمانيات لسه برضو قريناها مع بعض people who come not china are chinese come from يأتي من i like music but i am not very good هي at it at it طبعا الجزء ده ان شاء الله هنبدأ به في الفيديو الجاي اللي هو البارت الاخير في الشرح وهيتبقلنا كده بارت في المراجعة على اليونت بشكل كامل بقى على بعضها وحل التست او كزا تست بقى موجودين على اليونت ديت بكده بنكون خلصنا الدرس بتاع النهاردة اتمنى تكونوا استفدتوا يا ريت لو لسه مش مش مشترك في القناة اشترك معنا واعمل لايك للفيديو واكتب تعليق عشان يوصل لأكبر عدد من الطلاب شوفكم على خير ان شاء الله الدرس الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة